لا نقش التهديدات وواشنطن لا يمكنها بلوغ قاياتها عبر التهديد هكذا رد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي إذا استهدفت أنقرة الأكراد في سوريا الوزير أغلو لم يفوته تقريع ترامب على ما بدر منه إذ قال إن الشركاء الاستراتيجيين لا يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيراً بذلك إلى أن تهديد ترامب جاء عبر موقع تويتر وهذا ما دأب عليه الرئيس الأمريكي منذ سكن البيت الأبيض الأمر الذي يثير انتقادات متصاعدة ضد ترامب بعدما نجح في تأزيم علاقات بلاده مع كثير من خصومها وحلفائها على السواء أنقرة من جانبها أكدت مراراً أنها عازمة على شن هجوم في الشمال السوري بهدف طرد ميليشيات بيدي الكردية من مناطق شمالي سوريا لتأمين حدودها من هجمات محتملة قد تشنها تلك الميليشيات بالتعاون مع تنظيم بيكيكي التركي الذي يجد امتداداً له بين أكراد سوريا في المقابل يتواصل الحديث عن توقيت وكيفية سحب القوات الأمريكية من سوريا لسيما وقد ربط بيان للبنتاج بين الانسحاب وتطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الأرض الأمر الذي يعكس قدراً كبيراً من الخلاف بين كل من أنقرة وواشنطن بشأن الميليشيات الكردية في الشمال السوري فبينما يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن حماية أكراد سوريا يعد شرطاً للانسحاب الأمريكي يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تحارب الأكراد وإنما تحميهم من تلك التنظيمات الإرهابية التي تتخذها أمريكا حليفاً لها لا شيء مؤكداً إذن في الشمال السوري فهل ستنفذ تركيا هجومها المتوقع ضد الميليشيات الكردية رغم التهديد الأمريكي؟ وهل ستنسحب القوات الأمريكية فعلاً من سوريا وتخل الساحة أمام قوات تركية تملأ الفراغ الناشئ عن انسحابها وتتخلى بذلك عن الميليشيات الكردية؟ ربما تحمل الأيام المقبلة إجابة عن تلك التساؤلات أو بعضها